ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد الأباء لفاضل والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نواصل في هذا الموضوع في قولي تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولعل الزول يا أخواننا يتسأل ليه السلفيين دائما كلام كل واحد تكلموا لك في التوحيد والشرك أدي القضية حتى المسلمين طوالي كرروا لهم هذه الآية التي هي عنوان للمحاضرة وردت في صورة يوسف يوسف عليه السلام حصلت له قصة طويلة منها أن امرأة العزيز راودته وأرادته أن يمارس معها الفاحشة ولكن استعان بالله فعصمه الله فكادت له حتى أدخل السجن عليه السلام دخل السجن لما دخل السجن لقى اتنين فتيان شباب اتنين قاموا قالوا له ونحن شفنا رؤية وشفنا إنك زول محسن وصالح وكذا دار إنك تأول لنا إنا لنراك من المحسنين يوسف عليه السلام رد لهم وده الجواب لمسألة ليه الدعاة بركز على موضوع العقيدة زي الأنبياء قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إله واحد واتبعت ملة إبراهيم اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد أشاهد من الكلام إنه الشابين ديل سألوا واحد قال له إني أراني أعصر خمرة والآخر قال شنو إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير الطير منه نبئنا بتاويله واحد قال أنا شفت نفسي بأعصر في خمر والتاني قال شايف ليه قدح الطير بتأكل منه ورينا يا أخي أول لنا الرؤية دي معنا شنو معنا حيحصل شنو فبدأ لهم بالعقيدة قبل يوريهم الرؤية بدأ لهم بالعقيدة لأن يا أخواننا ده أهم موضوع كل المواضيع التانية وإن كانت مهمة إلا أنها لا تصل إلى موضوع العقيدة لأنه حق الله حق الله الواحد الليلة لو شتموا لي وأبو أو قبيلت أو كذا يضاربك ويفتح فيك بلاغات إلى آخر لكن ما يغضب لحق الله إن أخذه غير الله ولذلك نحن نركز كما ركز الأنبياء والمرسلون وهذه هي البصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي هذه طريقة في الدعوة أدعو إلى الله أي لا أدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طريقة ولا إلى شخص أدعو إلى الله وأدعو إلى الله ليس بالجهل على بصيرة عند أدلة آيات وأحاديث بفهم السلف على ما أدعو إليه وعندي بصيرة بعرف حال الناس زول واجع في الإشراك بالله ما بكلم عن الطهارة وإن كانت من الدين ما بكلم عن الوضو وإن كان من الدين أول حاجة بكلم عن التوحيد أول حاجة وديل الأنبياء بدوا كذا نوع عليه السلام أول ما بده بده بالتوحيد ونحن أخواننا الآن بلدنا دي زي ما أقل لك شيخ خادم منتشر فيها الشرك والباطل المرض منتشر ما تمشي تفتش غيره ولذلك يا أخواننا من البصيرة أن يعلم الإنسان مرض الناس ما تبقى زي دعاة بيجيبوهم في الرادي يكذبوا على الأمة ويغشوا الأمة يغشوهم سئل عبد الحي يوسف كثير من الناس مخدوعين به يجيبوه في التلفزيون وكذا يقول لك الزول ده زول كويس ياخ ما نكون معاه سئل ده زول غشاش ده أول مسألة مشكلتنا معاه خلت من أنه بيروج للفكر بتاع داعش بيروج وإن كان قال داعش ما ما كويسين وكذا باللسان لكن من هجو من هجو المهم سألوا عن صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق هذا للكتاب في فضل صلاة الفاتح صفحة اثنين وسبعين تلاتة وسبعين عرفتها؟ قال أحمد التجاني قال إنه قال الرسول جاء ويقظة اللاما ناما وده معنا يقظ معنا شنو؟ عنا يو عديل عديل كده جاء ما في النوم والرسول صلى الله عليه وسلم بيجي في النوم لكن ما بيدك دين جديد لكن ده قال مش جاني في النوم قال جاني عديل وهذا كذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة يوم القيامة ويوم هذا ظرف زمان ولم يقم يوم القيامة بعد إذن لن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدب لا دل بس كلام واضح ما فيه أي لعب وده القرآن وده السنة ولا عندنا شغل بيزول يزعل أو يرضاه إذا ما رضى كلام الله ولذلك هو براو قال نجاتني صلاة الفاتح لما أغلق فهمت؟ وذكر فيها كلام كتير هنا في صلاة الفاتح وإنه أخذ كتاب دلائل الخيرات الناس بعرفوه كتاب دلائل الخيرات وكتاب بتاع بدع وضلالات طيب قال ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق قال الداني ويريد والتاني قال لي لا لا انت أرجع لي صلاة الفاتح قال فلما أمرني بالرجوع إليها يعني قال لي أرجع لي صلاة الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهاد إلى صراطك المستقيم بحق قدري ومقداري العظيم قال أخبرني سألت عن فضله طيب لو قلتها بحصل لي شنو قال أخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات صلاة الفاتح المبتدعة التي ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تساوي من القرآن ست مرات قال قال ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ست آلاف مرة شوف الكلام ده باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى لأن ما في ذكر بحصل القرآن ربنا قال في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً الآن العقيدة دي بيعتقدوها آلاف من البشر آلاف بيعتقدوا إن صلاة الفاتح تنفعهم وإن أحمد التجاني بينفعهم وإنه بيجيهم يوم القيامة وهكذا وده كل أخواننا من الباطل لا يملك نفعاً ولا ضرّاً إلا الله ربنا قال واتخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً وربنا لما النصار عبد عيسى وهو صالح صالح مش بيقول كلام زي ذاً صالح ربنا سبحانه وتعالى قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً والله هو السميع العليم كيف تعبدوا غير الله وتدعوا غير الله وتلجوا إلى غير الله ولا يملكوا النفع والضرّ إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ده باطل ده منهج الصوفيين الليلة في الإعلام بيروجوا ليك يقول لك الصوفية هما اتدخلوا الإسلام في السودان الصوفية هذا لده كتاب طبقات وضيف الله بيقروا في جامعة الخرطوم وعنده رقم إيداع هنا في رقم بتلقاه مكتوب بوراه الرغم ده لو في ذو الكذب عليهم من حقهم يفتحوا بلاغ في ذو الكذب فيهم من حقهم يفتحوا بلاغ في المحكم هذا لهنا الكتاب وهنا جابوا فيه سنار هنا قبل شهر تقريباً أو شهر حاجة احتفلوا بالكتاب ده وقالوا ده يمثل الدين والإسلام في السودان الكتاب ده الكتاب ده اعترفوا براهم إن الصوفية خشت بيتين أنا بس لأنه زون ما بكفي ما دارت نوليك الكلام كله لكن هنا اعترفوا إنه الصوفية دخلت السودان بعد سنة تزعمية وخمسين هجرية والإسلام دخل سنة واحد وثلاثين هجرية على يد عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان زمن الصحابة أول مسلم في السودان مسلم بدرجة تابعة الصوفية خشت في القرن العاشر أطرح واحد وثلاثين من تزعمية وخمسين كم؟ كم؟ قريبة تزعمية تزعة قرون الإسلام في السودان ما في الصوفية بعد ذلك حتى خشت شنو؟ الصوفية ولذلك يا أخواننا ده اللي بيجيبوا في الإعلام بيكذبوا على الناس وبيقفلوا لأهل الحق بيفتحوا للعطالة وكذا لكن أهل الحق ما بيفتحوا لهم هنا داري وريك الأول يبتعينه وكذا وإنه عندهم شنو؟ كلام عجيب كلام عجيب وغريب مرة واحد هنا صفحة سبعين بتكلم عن الشيخ حسن واتحسونة وده مدحوا أيضا البرعي قال حسن سيدي أب كم حسن فوق الكون متحكم متحكم فوق الكون قال متحكم مش نيخ طيب لو متحكم ما يفجغ لنا إسرائيلي اللي يفجغه مش هو متحكم ده كله لعب يا أخوان طيب هنا قال الفصل الثاني حسن واتحسونة في إحيائه الموتى وإبرايه ذوي العاهات قال بحي الموتى ويبرئ ذوي العاهات داري طليلك حسن واتحسونة زي منه من الأنبياء زي عيسى عليه السلام وده ما زيه زي ما بقول حمد المنتصر ليه؟ لأن عيسى يفعل ذلك بإذن الله أي بوحي الله طيب حسن واتحسونة بعملوا بوحي الله عنده وحي ربنا برسل له جبريل عيسى عليه السلام ربنا برسل له جبريل هل حسن واتحسونة ربنا رسل له جبريل ولذلك أخوانا ده كله من الكذب والباطل قال في إحيائه الموتى قال أحيا بنت الرئيس في الخشاب وحده يسمى بنت الرئيس قال وأمها يسمى أم جيمة جاءت لها طبعا مكتوب بالداري جاءت له قالت يا سيدي بنت ماتت أبوها ماله مال حرام كفنا لي فمشى إليها شيء فقال لا بنتك طيبة ما ماتت قومي قال فتمالت روحها وقامت روحتان جاءت راجع يا ناس ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت ده منه ده ده الله ده الله البحي ويميت فهمت إبليس ذاته عارف الله البحي ويميت لشان كده لما سأل الله يأخر ليوم القيامة ما يكبض روح بدره سأل منه سأل الله لأنه إبليس عارف إنه العند الحياة والموت ومن هو الله سبحانه وتعالى ربنا قال تبارك الذي بيده المل وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة من الخلق الله ما حسن واتحسون طيب وقال منا من الكرام العجيب قال وجاءه رجل غرباوي مسافر للحج وأودعه فرخة قال جاب له فرخة قال قال ودها عم بقارة وبعد وقت أرسل له بقارة قالت أرسلت له بقارة بقارة دي أظننا مر يعني قالت الفرخة الوعدة ماتت أدن لها كفا أو لعل بيت المهم حاجة قال نكفين به ثم قدم سيدا من الحج وطلب جاريته اللي هو امرأة كانت بتخدم في الزمن داك اسم بقارة قال أو اسم فرخة قال ثم قدم سيدا من الحج وطلب جاريته فأرسل الشيخ إلى بقارة قال لا فرخة الفقير جيبوها له قالت أما ماتت وإنت جبتك فنة ودفنها قال ما ماتت أمشو جيبوها قال لا الشيخ اسمه ماتت ودفنها قال لا ما ماتت أخطيته في الفريزر ولا شنو قال قال فمشو لها ونبشوها نبشو شنو القبر والدلاحد والطوب اللي أخدر كل شنو قال فوجدوها حية وأدوها لي سيدا يا ناس الكلام ده رأيكم فوشون أكفور بالله وده الكلام ده مكتوب أنا بديك كلامي حييرك هنا خليل الرومي فهمت ده ولي قال أصل دونغلاوي طبعا نحن ما عندنا مشكلة أخواننا في الجنس ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ياتوا أتغاكم بيجد من الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب ولا بوركي نفاسو ولا جزور القمر ولا غيره في النهاية الفضل بيشنو يا أخواننا بالتقوى لو عملت صاح خلاص ما عملت صاح ما معانا هنا قال شنو قال من كراماته إنه جاو راجل قال له يا شيخ شردت لي خادم منذ عام فاسأل الله أن يردها لي قال له شردت لي خادم اسأل الله زي دنوع التوسل الزكر وليك الآن شيخ خادم التوسل بدعاء الرجل الصالح زور عقيدته كويسة ومحافظة على الصلوات والفرائض تقول لها فلان أسأل لي الله ما في أحاجة لكن تناديه ذاته دجنو دشرك ولا هو يكون ما في بعيد تقول يا الشيخ أدعو لي الله إنتك الضاب دار تدعوه بس فهنا قال قال فقال له الشيخ جيب برمة مريسة والله قال له شردت لي خادم أسأل الله يرد عليه قال له عشان أديك الفاتحة دي جيب البياضة الآتي بياضك شنو واحد جيب برمة مريسة وبصلتين ممت وديكين خصيين قال وديكا خصيا الله من خلقكم لقاكم كلام زي دا ها قال فجاب الرجل برمتين وبصلتين وديكين خصيين يا ناس عشان كده أخوان نشوف أصو الزول اللي بيصدق الكلام دا في النهاية تاني ما بيبقى عنده عقل والله الزول اللي بتابع الطرق الصوفية دي وغيرها الزول بيبقى ما عنده عقل زول يقول لك جيب ليب ديك خصي انت مش تفتش انت انت ما عندك عقل في ديك خصي لو قلت خروف خصي تور خصي تيس خصي زول خصي معلش لكن تقول ديك انت مهوم تليف وين تلقاه وين دا لعب وديه المساكين تلقاه ما شي يفتش بتفتش اللي اود دا الحلال الله يديك لكن يا أخواننا دي خلاصة الصوفية الكلام القريته عليكم أنا الآن والشباب الصغر استهجنوا دا بقروا ليطلبت جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والأداب الكلام دا وطبعته جامعة دار جامعة الخرطوم للطباع والنشر في طبعة لون أبيض في جامعة الخرطوم دي عقيدة السودانين إلا من رحم الله ولذلك يا أخواننا لابد من بيان الحق للناس شيخ ما بيملك حاجة مع الله في امتى وده جاب للمريسة قال فصفاك من دايرة مصلحة ما داير يكون فيها مصيبة ولا حاجة وشيربها وبيقى يقل وقل ألف باتاسة ما زول شنو طش شبكة خلاص في امتى إلى آخر ما قال من الكذب والباطل وفي كلام كتير أنا ما دار يضيع زمنك فيه دي الطريقة دي كل الطرق السودانية دي التيانية دي هنا البرع في امتى نحن ما شتمنا زول ولا قلنا إنعى الأبو ولا تكلمنا في قبيلته قلنا قال والله قال يا انت تبقى زول دائر الجنة ودائر كلام الله أسمع كلام الله يا دائر تبقى كلام الشيخ أمشي معي الشيخ ما عندنا لك حاجة هنا كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة دا الكلام القبيل ذكروا لك شيخ هذا وهدي لا صورة الشيخ ذات وهنا في الرغم التلفون بتاع المطبع الطبعة الكتاب صفر تزعة كمان رغم مميز مية تلاتة وعشرين خمستين مية اتنين وخمسين هذا ليه زين هس يقدم اسكل في امتى هذا للكتاب ودي صورة الشيخ بعد دي يقول لك لا وقال وطار يا دول هذا لي كلام في امتى فهنا في الصفحة بتكلم بيمدح في شيخ مية سبعة وعشرين بيمدح في الشيخ احمد الطيب البشير الصفحة مية سبعة وعشرين كويس ويدعوك انك تنتمي لهذه الطريقة قال عن الطيب الغوث المبارك منهدي ومشورتي في الناس ان يتطيبوا الى ان يقول بيمدح في الشيخ قال الم ترى ان الله ايده يعني ربنا ايد الشيخ بما يقوم مقام المعجزات يناسبه شوف الكلام ده كيف صفحة مية سبعة وعشرين قال زي شنه قال كاحيائه ميتا ده قال بيقوم مقام المعجزات قال وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكورة تقلبه الكلام دي اخواننا شرحوا شرحوا عبد المحمود نور الدائم عنده كتاب اسمه زاهير الرياض وقبة من الحيصحيصة بتنزل بتنزل لجهة الغرب من الحيصحيصة في طابة عبد المحمود هنا قال قال كاحيائه ميتا قال الشيخ عمد الطيب البشير خشسي النار قال وبعضهم قد اخذ عليه الطريقة وبعضهم متوقف في ناس شالوا الطريقة السمانية وفي ناس لسا دارين يشوفوا الشيخ ده قوي ولا ما قوي لانه الشيخ ذاتهم عندهم بيناتهم في كلام هنا التجانية انا بس ما دار اطوليك الكلام قالوا لو انت شلت ورد غير التجانية حق السمانية ولا غيره انت بتموت على اسوال خاتم يا ناس ما قلت واحد فيمتى المهم فدقال دقال الشيخ لما نخشسي النار ناس شالوا الطريقة وفي ناس لسا مترددين قالوا ليه الشيخ دارينك تورينا كرام عشان نؤمن بيك ونشيل منك الطريق قال الشيخ قال ليهم اختاروا انتوا دارين يا تنوع من الكرامات الكرامات قال ليهم ان احنا جيبنا ملان نسأوليكم شنو قالوا له دارينك تحيلين ميت من القبر قال لهم اراح المغابر وقال لهم كمان تختاروا قبر عشان ما تقولوا انا متفق معاه ودفنتوا بالليل وكده فهمت تختاروا القبر براكم قال فاختاروا قبرا قال له القبر دارينك قال له فقال له الشيخ قوم قوم قال له قال فقام وكان رجلا قام امنتوا اي ارجع انا انا قديرت امرك من القبر تاني برجع ها زول اسيان احنا في اسي الكهرباء قطعت سخانة ها في القبر ودلحت انا لو قديرت طريق امرك تاني برجع ربنا سبحانه وتعالى قال ده كلام باطل ده تكذيب للقران ربنا عز وجل قال 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 الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم شنو يا اخوانا لا يرجعون وربنا قال وحرام على قرية اهلكناها انهم شنو لا يرجعون ووالد جابر ابن عبدالله عبدالله ابن حرام القصة مشهورة لما مات شهيد مات شهيد واجابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال له الا احدثك قال له ما اكلمك عن عن والدك عبدالله ابن حرام قال له ان الله ما كلم احدا كفاحا الا اباك فقال عبد تمن علي قال ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك ثانيا لان الشهيد اجر جنو اجر عظيم وكبير فقال لقد سبق القول مني انهم اليها شنو لا يرجعون ما بترجع للدنيا فده قال احيا الميت ده كذب ده نمر واحد قال وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكورة تقلب ها زي ما قال له سلم يا ولد ده القلب البيت ولد قال اصل واحد من حوارينه قال عنده سبع بنات او ستة بنات قال له يا الشيخ انا دائر لي ولد وقال له لو دائر ولد تمشي ليه الله لانه ربا عنده الولد وعنده البيت وعنده كده لكن لو ما شئت للشيخ وبيقيت خائب ممكن اديك اديك ولد لكن اضانه بتبقى زي اضانا الشيخ والله يكلمك النصيحة ده ما ولدك فيمتى وبتتورد عليهم وبتفتح بلاغه ما بيش تغلو به تكون موضوعك ضاع ساكت فيمتى المهم ده قال قال له دائر ولا دائر قال له جيب واحدة من بناتك قال له كونه نديك نواصل بعد لا زانش واحدة بعد بعد صراطة صبح يوم الجمعة قال الشيخ لما نجاب له البيت الشيخ قال فمر الشيخ يده عليها ودي اول مخالفة مبجوز لك تهبش مرة حرام عليك مرة بجوز لك تعريسة مبجوز لك شنو يا اخوانا تهبشة او تصافحة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا اصافح النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في ام رأسه خير له من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له فمبجوز يا اخوانا ده كبير من الكبار دي اول مخالفة قال تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب قال فانقلبت ذكرا من حينها قلبه من بيت لولد ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما بتقلبه ما بتقلبه لو فيها مرض ما بتحولوا منه خليك من تقلبه ذاته ربنا قال قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا لغاية ما قال ومن قال هذا قبر احمد اولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه قال قال ركز معي في البيت ده قال ومن قال هذا قبر احمد اولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه يعني ات لو زول طبعا الطريقة السمانية مت الناس المعاك السمانية لما يجي يحفروا قبرك لما يشيلوا ابراصين اول دقة كده يقولوا هذا قبر احمد الطيب وانت اسمك عبداللطيف العوط حامدين مثلا يقولوا هذا قبر احمد الطيب قالوا ملك الموت ما بعذبه او ملائكة السوال قال فصاحبه في القبر ليس يعذبه دي عقيدة الطريقة السمانية دي الطريقة القادرية عرفت اول حاجة عندهم كلام غريب وكلام كل شغل بتاع الشياطين شفت اغلب الحجبات دي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقب بن عامر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه تسعة طرحت يعني تسعة او عشر طرحت عشر انفار يبايعونه على الاسلام قال فبايع تسعة وامسك عن واحد النبي صلى الله عليه وسلم جوه تسعة من الناس يخشوا الاسلام بايع تسعة وفواحد ما بايعوا فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا يعني دارين يستفيد يعرف ليه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه تميمة الزلداء قال لهم لابس عجاب قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من تعلق او من علق تميمة فقد اشرك ده اخواننا دين الاسلام هنا بدوك اسماء بتاع الشياطين لعب قال دعاء لتسخير القلوب قال القلوب كلها بدك يقرأ كل يوم يقرأ كل يوم بعد صلاة الصبح ثلاثة مرات قال تقول الكلام ده كلام كتير ومنه ومنه قال قالوا طالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يا نمخيثا ده غران ده غران قال يا نمخيثا يا نمخيثا يا مشطبة يا بطر شيئا شيثا شيثا يا شليوخوثا يا مثلحوثا يا صمدو كافيا آهيا شراهيا وزنايا أصباؤوت يا أخوزنايا تتقطع يا أخو في امتى قال آل شدائي شدائي ولا شدات قال آه يا مجلي عظيم الأمور لا إله إلا هو الحي القيوم شوف اللعب ده كيف ده دعاء للشياطين والجن والسحرة والعب ما شالي قدام الكتاب ده برضو بيعوفي الدارة السودانية للكتب ودي طبعة جديدة أنت عارف الطبعة دي دي طبعة جديدة أظننا 2010 ها دي طبعة 2000 في واحدة 2010 هنا الشيخ بيتكلم عن نفسه يقول لك الشيخ شطح الشيخ تلقاه وقاعد جوه المسيط والناس قاعدين يصلوا تقول لهما الزول وين يقول لك بيصلي في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي وهو ناس مكة صلوا قبالنا بين الصاعة واللساعة عزاته هم أبصلي لكن شنو بيلعب عليك قال بيتكلم عن نفسه قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوتي أمددت راحتي يعني زول ده ماس كالكون كده مش ولا كيف فوق السماوات جابه بيجاي وتاني شاله بيتحت كنا مسك شنو مسك بطن الحد قال وَأَعْلَمُ نَبَاتَ الْأَرْضِ كَمْ هُوَ نَابِتٌ والله لو قلنا له عد الكوى الما يعد قال وَأَعْلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ كَمْ هُوَ رَمْلَتِه وَأَعْلَمُ عِلْمَ اللَّهِ أُحْصِي حُروفَهُ وَأَعْلَمُ مَوْجَ الْبَحْرِ كَمْ هُوَ مَوْجَتِه وذي اللي بيتبعوا عليهم قادرية صادقاب مين صابو نابي مين والدلميرين مين مين كلهم بيتبعوا علي القادرية ده قال وَلِي نَشْأَةٌ فِي الْحُبِّ مِنْ قَبْلِ آدَمُ وَسِرِّي سَرَى فِي الْكَوْنِ مِنْ قَبْلِ نَشْأَةِ بس الزمن أنا ده رأختصر لك قال بتكلم عن نفسه قال أنا لمريدي مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى عشان يكذب الكلام ده ربنا قال وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ربنا قال وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ شوالكلام ده خطير كيف قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أمسك الطريقة كويس قال أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة قال الميزان لما يجي يوزن عمالك ويوزنوك وكذا قال الشيخ بيجي قاعد بيجي ليه أخوانا سؤال قال بيجي تقل الميزان بتاعك كمان يوم القيامة في لعب ربنا قال ونضع الموازين القصطة القصطة دي اجنو؟ دي العدل لا ظلم في ذلك اليوم لا ظلم اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى قال أنا كنتم في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبتي قاب قوسين دا دي يوم المعراج النبي صلى الله عليه وسلم مش عرج بيولي السماوات ها قاب قوسيني أو أدنى مش دا قال أنا ذاتي كنت مع الرسول شوال زول دا مجرم كيف قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرته قال كنت مع نوح هذا الرجل قال أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم شوف الشباب بتاعنا الأساس الحمد لله فطرتهم سمحا نظر الله أن يعافينا ويعافيهم فهمتا دا قال نار إبراهيم دي طفيتانا بدعوته قال أنا كنت مع راع الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته والفتوى بتكون من جاه لعالم ونزل منه نزلنا الله وقال الله قبل ما ينزل استفتاني شوف الكفر دا كيف قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي يعقوب عليه السلام قال بزغ في عيونه فبيقى شديد أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي أنا كنت مع موسى مناجات ربه وموسى عصاه من عصا يستمدتي قال عصى موسى دي أصلا هو شايل من عصاتي أنا أضربها البحر وبقى طريق يابس في البحر قسموا اتنين فنجاه الله ومعه بني إصراهيم قال العصى بتاعت موسى التي أكلت ما ألقى السحرة قال دي كل الحاجات البتعمل دي دي جزء من عصاتي أنا شوف الكلام دا كيف قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي أنا كنت مع عيسى وفي المهدي ناطقا وأعطيت داود حلاوة نغمتي الكان بتكلم في المهدي هو عيسى قال عيسى عليه السلام ما كان قاعد يتكلمون أنا قاعد أتكلم وربنا قال ويكلم الناس في المهدي في المهدي داشنو دا سرير الطفل قال لا أنا قدت قاعد أتكلم قال داري وريك الشيخ من ذاته الله أخوانا الكتاب دا بيباع يباع مفهو الثلاثين جيني تشتري جهنم بثلاثين جيني قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة شوف الكلام دا كيف يا أخوانا الكتاب دا بيعوبي قروشا أسئل ليلا لو مشيت الدارة السودانية بيدوك له ضلال ما بعض ضلال ولذلك يا أخوانا شوف هنا البرع يقوشنو صفحة مية سبعة وخمسين مية سبعة وخمسين قال العارفين بالله العارفون بالله قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا نحن البنلجأ ليكم والمفروض المسلم يلجأ إلى الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا ياه ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قال وقال فيه رجال الغيب الوداعية الرمالي الفكيه تعلم حيات والبخرات وزول البحوط ليك والبيزع منه بجيب الرائحة كلهم دجالين وعرافين يزعمون أنهم يدعون علم الغيب وأنهم يعلمون الغيب وكل دا باطل الغيب ما بعرفه إلا الله الرسل ما بيعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أمر قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون رموا زوجته المبرأة الشريفة الرضية بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين رموها بالفاحشة وهي مبرأة النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل توقف في أمرها لو كان بيعلم الغيب مش كان قل لا متو كالضابين وأقام علوم الحد طوالي النبي عليه الصلاة والسلام في سفر عقد عائشة رضي الله عنها أدفي قصة التيمم سبب مشروعية التيمم العقد بتاع السلسل يعني وقع تحت البعير والناس انتظروا الصلاة وقت الصليات موية مافي بقوا يفتشوا في الموية لما الموية مافي والناس منتظرين ربنا نزل التيمم وصل الناس ودارين يقوموا ويمشوا لما انجنعوا من العقد لما رفعوا البعير لقوا العقد تحت البعير وشوف السفرة دي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولية وفيها الصحابة سادات الأولية ما عرفوا ان العقد تحت البعير كيف يعلموا الآن الرمال واللسيت ودع واللغير من الناس شاكد أخوانا الإنسان ما يمشي اليدين ولو مشا لهم وسألهم قال أنا بسألهم ساي ما مصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل منه صلاة أربعين يوما وإذا سألهم وصدقهم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ده دين الإسلام واضح دين الإسلام خلاص يعني لو ما استفدت أي حاجة إنه غير الله ليس لك ملجأ وإنه غير الله ما بينفعك وإنه غير الله ما عنده حال وما بيستحق العبادة طيب قال أيلحقني ضيم مصيبة وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتموا شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم قل هذا ستوصيتنا أخوانا لنفسنا أول ولبقية الدعاة وهم قدامنا في الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة وأن يتوفنا على التوحيد والسنة خلاصة الكلام إن أخوانا الناس تدعو للتوحيد إبراهيم عليه السلام أبوه طردوا وكسر الأصنام وأهلوا ما رضوا منه دعوة إلا لوط عليه السلام وخرجوا وخرج وأخرج ربنا سبحانه وتعالى قال لإبراهيم ندار الصفق ودائلك تبني لي بيت لكن في وصية أعرف يا إبراهيم ربنا قال في صورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا دا إبراهيم إمام من أئمة التوحيد لا زيانا ولا زيك ولا زي غيرنا من الناس رسول كريم عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ما تشرك بالله فنوصي أنفسنا وجميع المسيبين بأن يتمسكوا بتوحيد الله وأن غير الله لا يملك لهم شيئا ثم يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في موالد لا في نوبات لا في بدع لا في ضلالات دا كل ما في في الإسلام في إمتى يتمسكوا بيهو عشان ينجوه يوم القيامة ينجوه يوم القيامة في إمتى دي وصيتنا للناس والمشكلة إنه لو سكتوا أهل الحق ربنا سبحانه وتعالى قال البسكوتو ديل ديل أجرا من الناس العملين الباطل ربنا قال لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل أو هم مثلهم ربنا قال لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تسكت عنه مشكلة وكمان تمدحوا ولا تثني عليه مشكلة والله أخواننا للأسف الشديد حتى من بعض الناس الانتغت تحسبوا بناس كويسين يخ ناس منتزبين لأن صار الصنة عديل كرموا السمانية في المركز العام الطيب والليس ممين واتحسن الفاتح قريب الله دا أبوه دا هذه العغيذته كرموا أنصار الصنة ولذلك يا أخواننا نحن وصيتنا للناس يوم القيامة لا بدعوكم بجماعة ولا بحزب ولا بطريقة إنما بيدعوك بيدعوك بإنك إنسان وحتى الله واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي ليه أزول يسكت يا أخي ليه أزول يلبس الحب الباطل ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ولذلك التحزم والتفرق والجماعات دي ما بتغني حاجة الناس تدعو لي الله ترمي قدام ترمي قدام واحد تاني اسمه الدلبلة أنصار صنة جاب إنه في قناة النيل الأزرق معاه مين الياغود داك بيطع له في شيخ الإسلام ابن تيمي والتوحيد وده بيقول له نعم ممكن أن نلتغي والصوفية وأكيدا نحن واحد يا أخي هل يتمع الموحد مع المشرك بيتمع يا أخوانا ما بيتمع يا أخي أنت ليه دعوة دعوة الحق لماذا لا تدافع عنها ولذلك أخوانا من معالم الدعوة السلفية إنها ما عندها شغل بطرق ولا جماعات من معالم الدعوة السلفية أنها تدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف ولا تتعصب لإنسان كائنا من كان الأيما الأربعة قال الإمام أبو حنيفة زي ما جابه من شاعر في أبيات أبيات شعر قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالية حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضة قال ما فزول يشيل كلامي إلا يعرض على الكتاب والسنة يعني إنت لو بيقيت أنصار سنة يعني دي مانع منك يعني تقول الباطن وواحد اسمه الهد ده في مدني ده قال قال أنا لا أمانع من زيارة القباب والأضرحة من باب السياحة بعرض من الدنيا تبع دينك عشان كذا قال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضة ومالك يا سلام إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة يا تحجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسولي والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفاً لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدارة بقولي المخالف الآثار وأحمد أحمد بن حنبل قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فهذه مقالة الهدات الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة وإن فيها قمعاً لكل ذي تعصب والمؤمنون والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المسلم عليه أن يخلع كل هذه الانتماءات وينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا تكون على التوحيد النظيف وعلى السنة النظيفة وتخلق الطرق والجماعات وتتمسك بمنهج السلف الصالح ختاماً فيه أخواننا أسئلة إن شاء الله نختم بها هذه المحاضرة سؤال يقول هل يجوز للمسلم أن يذبح لما يسمى العتب عند بناء منزل جديد دي أخواننا من العادات الموجودة في مجتمعنا زول بنى حصل العتب يقول لك لازم تضبح لو ما ضبحت لو كمان بيقى الناس الشغالين لك بيقوا مؤثرين شديد فيك بيقول لك إحنا ما بنشتغل قل له ما تشتغل جيب طلب غيرهم أنتوا براكم أشغالين يقول لك لأنه لو ما ضبحت ممكن الجن يرمي لك البيت أو يتصرف فيه وما بيتصرف لا جن لا غيره إلا بإذن الله ما في حاجة يسمى العتب ده كل أخواننا من الباطل ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى وربنا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ده كل من أعمال الجاهلية هل يجوز أن يذبح ويولم عند شراء عربة جديدة إذا كان يا أخواننا من باب شكر النعمة وأما بنعمة ربك فحدث فهذا ليس فيه إشكال ما في حاجة تعمل بليلة تطبح المهم ما في حاجة لكن إلا ضروري ما لدى ما إلا ضروري وده نفس الاعتقاد بتاع شنو بتاع العتب ما في عتب قال هل تؤكل الزبيحة لما يسمى بالزار انت عارف الزبيحة بتاعت الزار دي معنا شنو النازل بيجي يجيبه بتعاملوا مع الجن زي بتاعت القادرية ديل ناس ماخيثية وشنو آه وآهية ديل الشياطين ديل بيقوموا يجيبوا بنادوهم الشيطان بيقول له عشان عشان سوي لك حجاب ولا أعمل لك الشيل فلاني تقوم تجيب لي ديك لونه أحمر أو تيس مثلا قارجة معت الخرطوم بيجيبوا لك شروط تعجيزية ذاته عشان لو ما لقيته يقول لك تاني ضاعف للبتاع خلاص يقول لك مادام ما لقيت التيس ده جيب أربعة تيوس عشان يأكل التلاتة ويغشك بالواحد فيمتى ف بيقوم يضبح الدم البر المسفوح ده ده الدم ناجس ربنا قال حرمت عليكم شنو الميتة شنو والدم ولحم الخنزير الدم يأتو المسفوح ده ده انجس دم يقوم يذبح للجن ويشيل الدم المذبوح المسفوح ده يكتبه القرآن أو أسمى شياطين أو غيره ولا يذكر اسم الله على ما ذبح من جدادة ولا غيره أنا بذكر زمان كنا نحن في الدمازين مشينا واحد اسم محمد طاهر في الحي الجنوب الرصيرس وقال لي يعني كان أنا مشيت ليه وقال عشان أنجح وسبحان الله بيته كبيرة كانت عرجة مش من باب العب لكن زي ما بقوله باب النجار شنو مخلع مش فيمت ونحن الزمن داك ما مطبلين لسه ما فيه من الحاصل فمشينا ليه قال لي تجيب جدادة حمراء أنا مشيت اخترت جدادة ظريفة جدا إلى الآن ندمان عليها نصى الله يتوب علينا مشيت ضبحت عليه ما عارفه عليه مربه عمل بيه شنو علكت الحجاب وما كنت قعد أقرأ جيت الثلاثاشر ولا الكم يا زول الحجاب بتعجنه فيمت دا هو الساكت ومشينا برضو للصابو نابي طفن بقبة والدناوى البياط فيمت وكده ويديك فاتح يقول لك ثلاثة سنة ما تمسكك مولاريا ثلاثة سنة مولاريا مدفكة لعب ساكت فيمت فده كل يا أخواننا ده شرك بالله وما بجوز أكل الذبيحة لأنه ربنا قال هل هناك فرق بين الشيطان والجان أم هم سلالة واحدة من حيث الجنس هم سلالة واحدة ربنا قال إلا إبليس كان من الجن يعني جنس واحد لكن الشياطين دل الكفار من الجن والجن فيهم مسلمون وفيهم شنو كافرين الدليل شنو وأن منا المسلمون ومنا القاصطون الجن منهم مسلم ومنهم شنو كافر الكافر ده يسمي شنو اسمه إبليس واسمه شنو الشيطان نصر الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الكلمات بارك الله فيكم جزيلا طيب طيب نفتح فرصة أزل إن شاء الله خمس أزل يزلعون السؤال أو سؤالين السلام يزعل عن زول يعني يمشي مثلا يطوب بالغبور أو يطبع ذر الله لما تقول لك الكلام ده غلط زول يطوب بالغبور أو يزعل غير الله لما تقول لك الكلام ده غلط يقول لك أنا أن يتم ما سؤالهم ولا زيارتهم إنما ريكت الناس كلهم بيفعلوا كده وأنا ذاتي فعلت معهم بتقول شنو في الكلام ده أخوان ده حال حال الناس الجهال اللي بيقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وده ما يغني عنك من الله شيء ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما تتبع الناس إنت لو باريت الناس الناس بورطوك ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يطوف بيه ويدعوه لأنه بحبه ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا الشيوخ من الذين اتبعوا الحيران ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بعدين تباري الناس دا الورط أبو طالب أبو طالب عما النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر والشرك والعياذ بالله النبي عليه الصلاة كان بدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا على الصغار عارفين الكلام دا انه كان بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكده وعنده قصيدة يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال له وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا شوه زولا قال الكلام دا مجيه كيف بعد دا كافر قال فاصدع بأمرك لأنه ناس غريش حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليك غضاظة فلقد صدقت وكنت ثم أمين فلولا الملامة أو حذار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبينة قال له والله كما خايف الناس يلوموني ولا يقول له خلّت دي نبواتك وباريت الزول الصغير دا الشافع دا باريته كان أنا لقيتني نفسي سمحا وكان قلت معاك كلمة التوحيد شوف الكلام دا كيف ليه لأنه بارك كلام الناس والناس بوالرطوق ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله شاكد لما جات الوفاء أبو طالب الحديث في البخاري حديث المسيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء وعنده عبد الله بن أبي أميّ وابو جهل قاعدين في راسه ودار موت والنبي عليه الصلاة والسلام جاء حريص قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فجعل ديل صحبانه عبد الله بن أبي أميّ وابو جهل يقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك تمرق من دين أبواتك لغاية آخر حاجة قال على ملة عبد المطلب فرص الله صلى الله عليه وسلم قال لا استغفرن لك ما لم أنهى فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه عشان كده أنت لو باريت الناس دي بتكون نهايتك ما تباري الناس باري الرسول صلى الله عليه وسلم تباريه ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقف أولئك هم الفائزون فالإنسان علي أن يتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس بورطوك الناس اللي ما بخلوك تسويش يا قصة بسيطة جابوها في المسل قالوا جيحة ولدوا تحكى يعني ولدوا وعندهم حمر المهم جيحة دار يعلم ولدوا أنه الناس ما ما تشتغل بهم الناس دين لو باريتهم ما بخلوك مروا على ثلاثة ناس الناس الأولين جيحة ولدوا راقبين في الحمر الاتنين الناس قاعدين يقول بالله شوف شوف الناس المعندهم رحمة دين الاتنين راقبين في الحمر يخما تنزلوا الحمر ده ريحوا شوية قال له سمعت قال له واي أرح قال له وانزلت أنا بركب بيقى جيحة الأب راكب والولد ماشي قالوا بالله شوف الزول الكبير ده ما عنده شفقة بشوفه على الصغار سايق ولدك من بعيد هناك بيقى راكب فوق ما بتخجل قال له وشايف أمسك اتنين ماشي للتانين ركب الولد ها ونزله قالوا بالله شوف الودع قالوا بالله شوف الوالدين ده يركبه ويخل أبو بيقى راكب ماشي قدام اللي قواحدين تانين قال لتنين نزلوا من الحمر قال بالله شوف البولد ده المشترين حمر على شنو الناس ما بترضى منك والله يتسوى أي حاجة عشان كده أخوان نزول البباري الناس الأضرحة في النادى الغران وصلك والسنة وصلتك باريت كلام الناس الناس ما بريحه مهما كنت والنبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب من ابتغى رضى الله في صخط الناس دائر رضى الله وإن كره الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن ابتغى صخط الله في رضى الناس يرد الناس الناس يرضى عنه مع أنه الله بيسخط عليه ربنا قال صخط الله عليه وأسخط عليه الناس فده ده جوابنا لهذا الإنسان الشيخ فيه إنسان موالي المساجد في كل الأوقات الزوجة ما بتعمل أنا على السلام الزوجة ما بتعمل على السلام ليسوا علم عمنا الشيخ جزاو الله خير قال في زول بصلي صلواته كلها في المسجد مش وزوجة ما محافظة على الصلاة ما محافظة ما بتصلي نهاية الشيخ ابن باس عليه رحمة الله قال لي كافرة تنصح تنصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر الكوافر جمع كافرة ما بتصلي نهائي نهائي ما بتصلي دي يطلقوها كافرة لو أبد لأنه دي ما بيجوز للإنسان إنه يشنوه إنه يكون معاها وهي لا تصلي لكن علوه إنه ينصح ويقول لا تتقي الله وكذا وكذا فإن صلت فالحمد لله وإن تجنوه رأسه خفيف جيب لا هدية توب جديد شب شب جديد بتصلي كمتها ترجع وتوريه إنه تتوب وكذا وكذا وترجع إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا صرت على الكفر العلم قالوا دي طلقوها لأنه دي كافرة ما بجوز للإنسان شنوه إنه يمسك بس آخر سؤال معلشها ما هو حكم من لا يعلم بأن توسل من الشرك يعني طيب سؤال مهم جدا ما هو حكم من لم يعلم أن التوسل بغير الله من الأولياء ولا غيرهم من الشرك زول ما عارف دي أخوانا ما بنكفره طوال نحن بنقول الشيوخ كلامهم كفر باطل لكن ما أيزون خاشي في الطريقة دا نحن بنكفره دي زولغة تلقاه مسكين آغا الشوه بيفتة ولا بشاي بزلابية في المولد ولا غيره قال يا سلام بعد ضرب الشاي كويس قال دي أحسن طريقة وده أحسن شاي لبن في إمتى خش معهم دا ما بنكفره يا أخوان دا غاية ما نقيم عليه شنو الحجة لأنه ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله حتى نبعث رسوله أما زولل بيقول أنا الله زي ديل ولا صلاة الفاتح أحسن من الغران ولا خضنا بحرا وقف بساحل الأنبياء زي ما بقولوا هنا نقلوا التياني ولا غيره دا ما فيه عزري بالجهل أما زول نادى غير الله مع الله سبحانه وتعالى وغشوه سيمي حمد المنتصر في التلفزيون ولا ما عارف دا شنو دا نبعي له بعد ذاك إذا صر شنو دا بعد ذاك يحكم عليه بالكفر وده يا أخوان يجعل على عاتق الدعاة أي زول عارف آية واحدة بس آية واحدة بس يجعل عليك مسؤولية أمام الله زول بيتلقى وبنادي غير الله يا أخوان دا لو مات بمشي بين ها لو مات بس مرقة تروحه بمشي بين ربنا قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا شنو كافرين طوال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس وين في النار مات بخش وين النار إنت تلقى نازة يديل تسكن لكذا أخواننا دي مسؤولية عظيمة والله أعظم المسؤولية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنها وإذا كان الآن يعني الدعاة بساط المجتمع أضعافكم بالملايين بالملايين فأيزوا العرف حاجة في الراكب مواصلات في زراعتك لأولادك في وفاة في زواج في سوق في مناسبة في أي محل مسافر غيره تكلم الناس بالتوحيد تقول لهم الله بس غير الله ما في أحد يملك لك شيء تربط الناس بالله نظر الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي ضال للمسلمين زمن الصلاجي أخوان خلاص كويس بس آخر فرصة للأستاذ ما عليش بسم الله الرحمن الرحيم معافي الصوت الكاميرا طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد إنه ربنا حليو والديو وآمنوا به هل هذا القلام صحيح طيب قال لستاذ جزاو الله خير قال ورد إنه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أحيى لي ووالدين العلماء قالوا الكلام ده مخالف للنقل الصحيح وللقرآن أول حاجة الإمام البيهقي قال وقد وغير من العلماء قالوا إنه ورد إنه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أحيى لي ووالديو وقال وهذا لم يصح فيه إسناد بل هذا كذب وباطل ده العلماء ده نمرة واحد نمرة اتنين قال ولو صح إنه ربنا أحيى لي ووالديو لكان هذا مخالفا للقرآن لأنه ربنا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبونه من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر ده ربنا شنو ما بيتوب عليهم فزو الروح لو حصلت هنا لو حصلت هنا نبس عسلم قال في الحديث إن العبد يغفر له ما لم تطلع الشمس من مغربها أو ما لم شنو يغرغر لو الروح دي حصلت هنا تاني مغفر جنو ربنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به فالعلم الكبار كالإمام البيهقي وغيره قالوا هذه القصة باطلة سندا ده نمر واحد نمر اثنين شنو مخالفة للغران إنت مت وروحك مرقت الموضوع انت زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار فيقول له الله سبحانه وتعالى أيسرك أن لك الدنيا وده جاء في تفسير سورة المائدة ومثلها معها تفتدي بها من النار لو الدنيا دي ومعها كم واحدة دنيا معها هل ممكن تدفعه عشان ربنا يمرقك من النار يقول نعم يا الله فيقول قد طلبت قد طلبت منك ما هو دون ذلك وأنت في في صلب أبيك أو كما قال ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فلا يغفر له شكرا أخوانا زول لو مرقة تروحوا والكلام البجبودة كل أحاديث ضعيفة رد عليها العلماء من قديم الزمان وإن قلت لي صحا الأدل الذي بتوديهين فدو كل أخوانا جنو كلام ما صحيح جزاكم الله خير جزا الله تبارك وتعالى إخوتنا خير الجزاء على ما قدموا وأفادوا وبيّنوا وأزأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين الحثنات وأزأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا